بسم الله والسلام على رسول الله النهاردة هناخد مع بعض الفصل السادس الفرج الصف الثالث الاعدادي نيجي بقى بيقولك ظل نجم الدين في قلعة الكارك سجينا عند مين؟ عند داود تحت رحمة الحراس الغلاث الشداء الذين وكلوا به يعني ايه وكلوا به؟ يعني هو بقى صل ما اليهم يعني هو بقى متسلم لهم بقى هم متوكلين بي يعني يبقى هدرو زي ما هم عايزين لا تسليه سوى شجر الدر وكلما اشتد به القرب ذكرته بالمواقف العصيبة التي وقف فيها ربه بجانبه وأكدت له أن داود لا يريد به السوء وإنما يزيد أيام حبثه ليغلي السمن ويفرد ما يريد عايز يغلي تمن اللي يعرضه عشان يفرج عنه السد يعني هو عايز يخلي التمن غالي جدا اللي ياخده من من مين؟ من نجم الدين ويفرد ما يريد ونجم الدين يسمع لها ويفكر بيسمع لشهر الدر ثم رفع رأسه وقال مضى سبعة أشهر ونحن في هذا المحبث القاسي لا نعلم ماذا سيكون مصيرنا ببقى لهم سبع شهور كتير جدا الصراحة قالت في نبرات هادئة إن فرج الله قريب يا مولاي ولا إخال داود بعد هذه المدة الطويلة إلا مرسلا إليك يعني إيه لا إخال يعني أنا ما ظنش يعني إن داود بعد كل المدة دي إلا إن هو حيبعت لك يبقى إلا مرسلا إليك يعرضوا شروطهم يبقى حيقول لك الشروط بتاعته وأرجو أن يوافق مولاي على كل ما يطلب حتى نتخلص من محبسه من الحبس بتاعنا اللي هو حبسهن دا ونصل إلى بر السلامة فهز نجم الدين رأسه ثم قال في أسى ما أظنه بعد هذه المدة الطويلة إلا قاتلنا ومتخلصا منا هو كان بيحسب نور هقتلهم وقابدا الثمن الذي يعرضه عليه العادل طبعا تعرفين أن العادل في القصة اللي سيتعرض عليه إن هو يدي له دمشق يدي داود دمشق ويدي له ربوه تمام طيب إلا هو بيحسبه أن هو هقتلهم وياخد التمن قالت في ثقة لو كان يريد قتلنا لما أبقانا هذه المدة كلها ألسنا في قبضتهم وإحنا مش في قبضتي دلوقتي ومن الذي ينقذنا منه لو أراد بنا السوق لو أراد بنا السوق كان زمان وموتنا من زمان ولماذا لم يقتلنا حين أرسل إليه عمك الصالح إسماعيل يحسه على التخلص منا يبقى كان إسماعيل بعت لدود ويقول له وقال له إن هو يتخلص منه كان ساعتها كان زمان وإيه؟ خلص علينا ساعة ما مساكنا تمام؟ قلبي يحدثني يا مولاي يبقى قلبي بيحدثني بإيه؟ أنه يزيد أيام حبسه بيزيد الحبس بتاعنا الأيام يزودها ليه؟ عشان يغلي عليك التمن عشان أول ما يقول لك تمن غيلي عشان يفرج عندك توافق على طول وليفرد عليك شروطه وكمان علشان يقول لك الشروط بتاعته وإنت توافق على طول وأرجو أن تقبل هذه الشروط مهما كان مبالغا فيها مهما الشروط لو كانت كبيرة وافق يا إيه؟ يا مولاي ولم يجذب ظنها ظنها مخبش فلم يصبح الصباح حتى بعث داود اللي هو حبسهم إلى نجمزين يعيده بإطلاق صراحية إنه هتطلعهم من السجن خلاص والسير معه إلى مصر كمان مش هتطلعهم من السجن وبس مش هتطلع عليك من الدين السجن وبس دا حيروح معاه كمان لفين؟ لمصر ويشترط ثمنا لذلك يا هو الثمنا اللي قالت عليه شجر الدور يا طرق إيه؟ قال له أنا حاخد دمشق وحلب والموصل والجزيرة دمشق وحلب والجزيرة والموصل وديار بكر ومصر إنت مش عايزة أنا كنت سامع أنك عايزة طبعا أنا هاخد نصها ونص ديار مصر ونص ما في خزائن الخزائن من المال أي خزائن فيها مال أنا هاخد نصها إيه تاني؟ ونصف ما لديه من الخيل والثياب حتى الثياب ما سابهاش وغيرها من الأشياء التفاة طبعا اللي ما ذكرهاش يبقى كذا حاجة دمشق وحلب والجزيرة والموصل واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة وديار بكر خمس حاجات إيه؟ هاخدها الوحد أما بقى الإنصص بقى نص ديار مصر ستة نص ما في الخزائن سبعة نص في ماء لديه من الخيل والثياب ده تمام تمام؟ طيب قال ابن موسك ابن موسك وهو ينظر إلى وجه نجم الدين اللي بيعرض عليه ابن موسك ده اللي بيعرض عليه طلبات يعني وبيبص كده الوشه ويرى عجبه واستكساره لهذا السمن الباهز يعني إيه الحاجات دي كلها؟ نيرى إن فيه عجب إيه؟ وإن الحاجات كتيرة قوي هذه هي شروط مولاي الأمير داود وبيقول له إيه؟ يبقى هو وهو بيعرض عليه هو عارف إن الحاجات كتيرة يعني وبيعرضها عايز خلاص؟ وهو بيقول له كده يعني ابن موسك ده هو كان حاسس إن الحاجات كتيرة ومتعجب قوي هو بيقولها لكن بيقول إيه؟ قال له هذه شروط مولاي الأمير داود فماذا يرى مولاي نجم الدين؟ تذكر نجم الدين رأي شجر الدر فلم يفكر طويلاً وقال مظهراً الرضا والسرور آه آه تمام قبل أملت اللي أنت قلتها عليه ثم وقع العقد بما اتفاق عليه وكمان وقع بالاتفاق اللي ما بينهم إن هو ياخد كل الحاجات اللي احنا قلناها وعاد الرسل داود إليه يرقصهم الفرح بيرقصهم من الفرح بهذه الصفقة الضخمة التي نالها مولاهم واستعد نجم الدين وشجر الدور للخروج من ذلك السجن تلوح أمامهم مصر ومباهج مصر يعني بتظهر قدامهم بقى مصر ومحاسن مصر وما إن عنمت ورد المنا ونور الصباح بما تم فاكرينهم دور اللي كانوا في الفصول اللي قبل كده اللي هم بيكرهوا شجر الدور وبيغيروا منها وبيبلغوا عنها والكلام دا فاكرينه طيب ولما علموا بقى إن خلاص شجر الدور خرجها وجوزها عارفوا لأن هم ما اتخذوش معاهم في السجن لأن هم اللي كانوا مبلغين عن مكانهم لإيه الإسماعيل والداود فهم اللي كانوا إيه كانوا بي يعني زي كده إيه بيفتنوا عليهم وعلى أماكنهم فعرفوا إن شجر الدور حتعرف إن هم عشان هم ما متسجنوش معاهم إن هم اللي مبلغين عنهم يبقى ومع إن عنمت ورد المنا ونور الصباح بما تم حتى اشتد بهم الفزع بقوا خايفين أوي فقد عرفتها اللي تندول عرفتها إن شجر الدور تأكدت أن ما أصبها هي وزوجها كان بتدبيرهما إن هم اللي دبروه فإذا وقعتها في يدها وقع الاتنين دولار لو وقعوا في إيد شجر الدور فلا جزاء سوى الزبح مش هتسمي عليهم هتتباحهم على طول فلم تعود إلى نجم الدين ما رجعوش لنجم الدين مع ممالكه الذين عادوا إليه بعد الاتفاق طبعا بعد الاتفاق كل الممالك روحوا ليه والخدم والعبيد روحوا ليه نجم الدين معادة ورد المنا ونور الصباح وأسرعت طبعا ورد المنا ونور الصباح أسرعوا بالكتابة إلى سوداء بنت الفقه تعلمانها يعني بيقولولها يعني بما حدث بعلمها بما حدث بما حدث وتحذرانها بيحذروها من التهاون في العمل وتخبرانها أخبروها بأن نجم الدين وداود نجم الدين وداود وشجر الدور في طريقهم إليها فلما بلغ سوداء الكتاب بتاعهم أو الرسالة بتاعهم فزعت وصارت وجمعت القواد خلاص بقى خافت أول وقالت لهم في غضب شديد قالت القواد بتاعها أرايته اتفق داود ونجم الدين قلت لكم ابقوا داود بمصر خلوا داود جوا مصر تحت عنينا ومدوا له الأطمع وطمعوه ومنوه الأماني حتى نتمكن من نجم الدين ثم نأخذه بعدها ما تسيبوش داود كده ومطت تقول في شدة لن يفلت نجم الدين ولن ينجو داود بينهما وبين مصر ما بين السماء والأرض يبقى نجم الدين وداود مش هينجو من إيدي بينهم وبين مصر زي بين السماء والأرض يعني يعني إن هو إيه يعني حاجة بعيدة المنالي يعني مش هيقدروا ياخدوا مصر وصوف أضعهما بين ماضغي الأسد يعني بنفكين الأسد حمدوهم يعني تمام ثم دعت بكاتب يعني نادت إيه الكاتب اللي هيكتب لها رسالة وأملته كتابا ويملته كده كتابة أو رسالة وبعثته إلى الصالح إسماعيل اللي هو موجود فين في دمشق نحن عارفين إن هو أخد دمشق بعد ما نجم الدين خرج منه تحسه على السير إلى نجم الدين يبقى بتندي عشان يروح لنجم الدين ليطبق عليه من خلفه يبقى هو يروح لنجم الدين من وراء وفي الوقت نفسه الذي تسير إليه جيوش مصر وتأخذه من أمامه يبقى لو هو نجم الدين هنا الصالح إسماعيل هيجيله من الخلف كده من دمشق من دمشق هيسير ليه نجم الدين نجم الدين ومن الأمام هيجيله من جيوش مصر تمام عشان يحصروا نجم الدين خلاص يبقى وتسير إليه جيوش مصر وتأخذه من أمامه فلا يستطيع النجاع ولا يجد مهربا وملأت كتابها بالتحذير من الخطر الذي ستتعرض له دمشق اللي هي فيها إسماعيل الصالح إسماعيل إذا دخل نجم الدين مصر لو نجم الدين وصل لمصر هيبقى قوي وساعتها فلم يتمهل الصالح إسماعيل ساعتها ممكن أنه ياخد إيه؟ ياخد كمان دمشق فلما يتمهل الصالح إسماعيل وأمر جيشه بالاستعداد لإيه؟ لأنه يروح لنجم الدين كما استعدى الجيش المصري لتنفيذ الخطة التي رسمتها من صوداء وحصر نجم الدين بينه وبين الصالح إسماعيل يبقى يحصروا إيه؟ زي ما احنا قلنا يحصروا نجم الدين بينهم بين الجيش المصري والجيش الصالح إسماعيل الأسئلة بقى سريعا معلل إطالة حبس نجم الدين لدى الأمير داود ليه؟ طولوا المدة بتاعت حبسه ليغلي داود الثمن ليغلي الثمن وليفرد ما يريد للإفراج عن نجم الدين يفرد عليه اللي هو عايزه ويملي عليه طبعا شلوطه بما كانت شجر الدور تخفف عن زوجها عندما سجنه داود وما دلالة زيليك كانت بتخفف عليه بإيه؟ كانت تذكره بالمواقف العصيبة التي وقف فيها ربه بجانبه وتؤكد أن داود لا يريدهم بسوء وهذا يدل على درايتها بأمور السياسة كانت عارفة كويس يبقى دا بيدل على أن إيه؟ الدليل على كده إيه؟ إن هي عارفة أمور السياسة كويس يبقى أتأكد أن داود إيه؟ مش عايز بيهم إيه؟ لا يريد بيهم سوء ولو أراد بيهم سوء كان قتلهم من الأول خاص كيف كان حال شجر الدور وهي في محبسها مع نجم الدين كانت هادئة واثقة من أن فرج الله قريب وأن داود لا يريد قتلهما اختلفت وجهة نظر كل من نجم الدين وشجر الدور تجاه ما ينوي داود فعله بعد أسرهما بين ذلك طبعا نجم الدين كان يرى أن داود ينوي قتلهما وسيقبض السمن من العادل ملك مصر أو حاكم مصر أما شجر الدور كانت طرى أنه لن يقتلهما مش هيقتلهم بل بيطول المدة بل يطيل أيام حبسهما ليعرض على نجم الدين شروطه ويفرض ما يريد يقول هو عايزه وهو وكمان نجم الدين حيوفق على طول بما أيدت شجر الدور وجهة نظرها تجاه ما ينوي داود فعله معها هي وزوجها أثناء حبسهما بقلعة الكرك يبقى أيدت وجهة نظرها بإيه إن هو مش عايز يقتلهم إنه لو كان يريد قتلهما لما أبقاهما هذه المدة كلها في السجن دون أن يتخلص منهم كان قتلهم من الأول تاني حاجة إنه لم يقتلهما حين أرسل له الصالح إسماعيل يحصاه على قتلهما كمان الصالح إسماعيل كان عايز من هو يقتلهم ويأرسل لداود عشان يقتلهم وهو ما نفتش الكلام ده لو هو كان عايز كان قتلهم برضو ساعات بس صالح قد الصالح إسماعيل ستة وضح الشروط التي عرضها داود على نجم الدين يخرجه من محبسهما إيه الشروط؟ يشترط عشان يفرج عن نجم الدين إيه؟ يشترط الإفراج عنه أن يأخذ 1. دمشق 2. حلب 3. الجزيرة 4. الموصل 5. ديار بقرة 6. نص ديار مصر 7. نصف ما في خزائن المال 8. نصف ما عنده من الخيل والسياب وغيرها كمان 7. السؤال السابع بما تفسر قبول نجم الدين شروط داود المجحفة ليه نجم الدين قبل هذه الشروط؟ لأنه تذكر رأي شجر الدر بأن يوافق على كل ما يفرضه داود من شروط 8. مهما كان مبالغا فيه أو فيها في هذه الشروط حتى يتخلص من هذا السجن ويصل إلى بر الأمان ويكمل طريقه في الوصول إلى حكم مصر 9. صف شعور ورد المنى ونور الصباح بعد إطلاق صراح نجم الدين وزوجته مع تعليل لذلك 10. شعورهم إيه وسبب شعورهم دا إيه اشتد بهم الفزع طبعا 11. طب ليه السبب لأنهما يبقى التعليله لأنهما عرفت أن شجر الدر تأكدت أن ما أصابها هي وزوجها كان بتدبيرهما 12. بتدبير ورد المنى ونور الصباح 12. فإذا وقعت ورد المنى ونور الصباح لو وقعوا في إيد شجر الدر في يدها فلا جزاء لهم سوى الزبح 13. ماذا فعلت ورد المنى ونور الصباح بعدما تأكدت أن شجر الدر عرفت تدبيرهما 14. عملوا إيه لم يعود إلى نجم الدين 15. ما رجعوش لنجم الدين مع مماليكه الذين عادوا إليه بعد الاتفاق اللي كان بينه بين داود 15. وعملوا إيه تاني أرسلت كتابا ودوا كتاب كده بعتوا ريك كتاب يعني رسالة إلى سوداء بنت الفقيه تخبرانها بيخبروها بما حدث بأن شجر الدر خرجت من السجن وأن نجم الدين خرج من السجن وجي أن يكتفقوا مع داود قالوا لها كل حاجة وأن نجم الدين وشجر الدر وداود في الطريق إليها وتحذرانها من التهاون في العمل رقم عشرة تفوق تدبير شجر الدر على تدبير ورد المونة ونور الصباح ووضح ذلك لأنها أقنعت زوجها بقبول كل شروط داود دون تردد فقبلها فخرج من الأسر يبقى كده هي تفوقت ونم خرجوا من الأسر وفشل تدبير ورد المونة ونور الصباح في القضاء على نجم الدين وشجر الدر لأبد رقم 11 بيقول لك ما موقف سوداء بنت الفقيه عندما عنمت بخروج نجم الدين من محبسين عملت إيه؟ إيه موقفها؟ فزعت أو فزعت خافت وصارت وغضبت غضبا شديدا عايزين تكملوا بقوا وتقولوا ربعت الملك الصالح ووجهزة الجيش عايزين تكملوا كده أقول ماذا عرضت سوداء في كتابها للصالح إسماعيل؟ ومما حذرته؟ عرضت عليه إيه؟ عرضت عليه أن يسرع خلف نجم الدين ليحصره بينه وبين الجيش الإيه؟ الجيش المصري يبقى يعمل حصار عليه ومما حذرته؟ حذرته من أنه إذا دخل نجم الدين مصر فستتعرض دمشق للخطر واللي دمشق موجود فيها مين؟ الصالح إسماعيل ما الخطة التي وضعتها سوداء للقضاء على نجم الدين بعد أن أفرج عنه دوت؟ إهي الخطة؟ أرسلت كتابا أن صالح إسماعيل تحساه على سير إلى مصر ليطبق على نجم الدين من الخلف ويواجه جيش مصر من الأمام يعني زي ما احنا قلنا أن نجم الدين هيبقى في النص ما بين صالح إسماعيل وبين جيش مصر من الأمام وبالتالي يقع نجم الدين بين ماضي غاية الأسد يعني يحطوا كأن الصالح إسماعيل هو فك والفك الثاني جيش مصر كأنهم حيمضغوا نجم الدين في النص حيتبقوا عليه ويحصروا ويمضغوا وبالتالي يقع نجم الدين بين ماضي غاية الأسد اللي هو مين جيش مصر من الأمام وجيش الشام اللي هو من دمشق اللي جاي من دمشق من الخلف اللي هو بتاع الجيش بتاع الصالح إيه؟ بتاع الصالح إسماعيل هيبقوا جيش الشام من الخلف فلا يجد وقتها سبيلا أن النجاة ساعتها مش هيقدر ينجو منهم وبكده خلصنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر